تعادت أنجولا بتوفير الحماية للفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تصطدفها في الفتاة من العاشر إلى الحادي عشر من الشهر الجاري وذلك بعد الاعتداء المسلح على حافلة الفريق التوغولي وأسفر الهجوم الذي تمنته جماعة انفصالية انجولية عن مقتل سائق الحافلة وإصابة تسعة من أعضاء الفريق بينهم اثنان من اللاعبين لم تستطع حافلة الفريق التوغولي الهروب من قدرها الجغرافي بدل من أن يتوجه الفريق جوا إلى أنجولا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم شق طريقه برا ليواجه الموت لتقائق مرت كالدهر على أعضائه اعتداء مسلح على حافلة الفريق نفذته إحدى الجماعات الانفصالية في بلد حلك غيره منذ سنين خلت على خريطة البلاد الافريقية المكتوية بنيران الحروب الأهلية وقع الهجوم بعد أن تخطط حافلة الفريق الحدود بحوالي عشرة كيلومترات أطلق المتمردون وابلا من الرصاص على حافلة الفريق وحافلة أخرى بها أغراضهم أسفر الهجوم عن مقتل سائق الحافلة وجرح تسعة من أعضاء الفريق بينهم اثنان من اللاعبين اللجنة المنظمة للبطولة قالت في البداية إن ما حدث على الحدود لم يكن سوى انفجار إطار الحافلة ولكن تغيرت الروايات في وقت لاحق إنما خرج أعضاء الفريق عن صمتهم ليصفوا ما حدث في حافلة الموت لم يكن حادثا عرضيا بل كان هجوما فرديا مخططا له بعناية هل يمكن أن تتخيل أننا تعرضنا لسيل من الطلقات النارية لمدة ثلاثين دقيقة أو أكثر كان من المفترض أن نكون الآن في عداد الموتى ولكنها العناية الإلهية لا أصدق ما حدث حتى الآن إنه أسوأ موقف التعرض له في حياتي وكما هو متوقع في مثل هذه الأمور سرعت الحكومة الإنغولية إلى إدانة الحادث والتعهد بعدم تكراره مع الإصرار على أن البطولة ستجرى في موعدها تأسف الحكومة الإنغولية لهذا الهجوم لكنها تؤكد أن هذا الحادث لن يؤثر على كأس الأمم الأفريقية لن نتدخر جهدا لتوفير الحماية اللازمة للفرق المشاركة كافة ونتعهد بملاحقة واعتقال الذين نفذوا الاعتداء على الفريق التوغولي لكن ما جرى قبل يومين فقط من انطلاق العرس القروي سيلقي حتما بظلاله على البطولة في نسختها السابعة والعشرين فالدول المشاركة تريد الآن ضمانات لا تعهدات أحمد ناهر بي بي سي ترجمة نانسي قنقر